اشتركوا في القناة رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة معربا سموه بالجهود الطيبة التي يواصل بذلها رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين من أجل تطوير وتنمية مجالات التعاون الدولي والحرص المتبادل على تحقيق كافة الأهداف والتطلعات المشتركة وفتح أفاق جديدة للمزيد من التعاون المثمر في السلك الدبلوماسي ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي تأتي تنفيذا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله التي حققت المكانة المرموقة لمملكة البحرين في المجتمع الدولي وجعلها بمثابة واحة أمن وسلام واستقرار وأثناء سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي على حرص الكوادر البحرينية نحو تعزيز الصورة المتميزة لمملكتنا الغالية وسعيهم المشهود إلى أهمية مواصلة العمل على إقامة علاقات متميزة ورصينة مع الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ قيم التسامح التي تنتهجها المملكة كما حفظ سموه على تسجيع ودعم الطاقات البحرينية الشابة وتهيئة كافة السبل والفرص لتلك الطاقات الواعدة للمشاركة الدبلوماسية من أجل تحقيق الإنجازات والأهداف المشهودة كما تمنى سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي لرؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين دوم التوفيق والسداد في أداء مهمهم الدبلوماسية الجديدة والعمل على توطيد علاقات التعاون المستمر مع الدول الشقيقة وصديقة ترجمة نانسي قنقر